ودي أشير على نقطة في التطعيم لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك كثير من يسجل في التطعيم ولكن لا يذهب للتطعيم هناك أرقام تسجل في التطعيم ولا يذهب للتطعيم وهذا يؤثر على انسيابية التطعيم وتواجد الكادر الصحي في وزارة الصحة في مراكز الكويت للتطعيم نتمنى على كل من يأخذ موعد للتطعيم الالتزام بهذا التطعيم لأنه يحتاج هذا الموعد يتم تجهيزه بشكل فني يتم تجهيز اللقاحات والتطعيم بشكل فني فهذا مهم جدا الالتزام بالتطعيم والتسارع والمحافظة على التطعيم حتى نوصل إلى الحصانة المجتمعية المناعة المجتمعية وهي تنقلنا إلى المراحل القادمة